أكبر عملية سرقة للثروة السمكية في العالم تتم في مياه اليمن المتهم هنا إيران والمتهم منظمتان دوليتان متخصصتان في رصد وتعقب سفن الصيد العالمية فالتقرير المشترك الذي أصدرته منظمة رصد الصيد العالمية وتريغ ماتترام وترجمه موقع المصدر أولاين خرج بنتائج خطيرة للغاية أكدت على أن أكبر عمليات الصيد غير المشروعة في العالم تحدث في الصومال واليمن ليس السفينة أو اثنتان أو حتى العشرات بل نحو 200 سفينة صيد إيرانية تم اكتشافها خلال عامي 2019-2020 في كل من الصومال واليمن وفق التقرير المشترك الذي رصد 144 سفينة في المياه الإقليمية اليمنية مؤكدا على أن تلك السفن لم تحصل على أي تصاريح رسمية الصور المنشورة من قبل المنظمتين الدوليتين والتي استخدمت رادارات الأقمار الاصطناعية لالتقاطها وقدمتها لحكومة الصومال أظهرت نشاطات مكثفة للسفن الإيرانية التي يحمل بعضها على مطهران داخل مياه الصومال واليمن وتشير نتائج تحليل الصور إلى أن الأسطول الإيراني ينشط بالاستياد غير المشروع في البلدين مستخدما الشباك الخيشومية المنجرفة لصيد الأسماك البحرية المحظورة دوليا في أعالي البحار والمحيط الهندي الأوضاع الطارئة التي تعيشها اليمن والصومال بسبب الاضطرابات والحروب أضعف قدرة البلدين في مجال الأمن البحري وفق التقرير الدولي ما جعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وإذا كانت الصومال تلقت نسخة من التقرير الدولي وبدأت بالتفكير في اتخاذ إجراءات لحماية مياهها الإقليمية فإن اليمن التي يقع نطاقها البحري تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي لم تتخذ حتى الآن أي موقف واضح من الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمنها المي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر